اخر الغرب باختراعاته وقدم ما عجز عنه الآخرون للوهلة الأولى تراه مندمجا مع اختراعاته هدفه الأول رفع اسم المملكة عاليا إنه الشاب مش على الهرساني الحاصل على العديد من الجوائز من خارج المملكة وداخلها ولله الحمد بديت في عالم الاختراع والابتكار لما كان عمره 13 سنة من خلال احتكاك بذوي الاحتياجات الخاصة ولله الحمد استمرت في هذه الابتكارات والاختراعات حتى وصل رصيدي في الاختراعات أكثر من 42 اختراع وابتكار في مختلف المجالات أتاحت لي الفرصة أنه أتكرم فيها وبسببها من جامعة هارفرد وجامعة ايمايتي ووزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من المراكز اختراعات عدة استطاع هذا الشاب أن يقدمها لتكون إلهاما وشمعة طريق لشاب يسعى لتحقيق رؤية المملكة ومن أبرز هذه الاختراعات اختراعات طبية وأخرى هيدروليكية وكهربائية الله الحمد نحن كشباب سعودي نطمح أن نوصل للعالمية وفي شباب ما شاء الله تبارك الله قدهم وصلوا كمان في جامعات خارجية وتفوقوا في الجامعات الأمريكية على زملائهم من البلدان الأخرى الجامعة من بدايتها حرصت على دعم المبدعين سوى من عضايا التدريس أو من الطلاب دعمهم من ناحية أبحاث من ناحية مشاركات من ناحية براءات اختراع من ناحية منتجات والله الحمد وجدنا أن المسار الآن تصاعدي الجامعة بتحقق الآن تصنيفات عالمية متميزة كرمته العديد من الجهات ومن أبرزها وزارة الخارجية الأمريكية وجامعة هارفارد والعديد من الجامعات العالمية يحلم هذا الشاب بأن ترى هذه الاختراعات النور في المملكة لكي يستفيد منها الوطن وأبنائه هذه النماذج التي بين يدي الآن هي عبارة عن بعض المخترعات التي تمكن الشباب السعودي من طلبتهم المبتعثين من تحقيقها وإنجازها عبدالله الغامد الإخبارية جدا اشتركوا في القناة